أزمة تسد النهضة هي الموضوع الأهم خلال الأيام الماضية النهاردة وزير الرأي والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي كان في جولة بمحافظة الدقاهلية وقال أن خلال عام 2050 تعداد سكان مصر هيوصل لـ 170 مليون نسمة وأن ده دفع الدولة لوضع رؤية لإدارة المياه ورصد حوالي 20 مليار جنيه لمعالجة المياه وبيتم التركيز حاليا على الترشيد سواء بمياه الشربة أو الزراعة أو تقليل فوائد البخر وأيضا الوزير قال في تصريحاته أن كمية المياه ثبتة مع الزيادة السكانية وزيادة الاستخدام اللي وصل لـ 20 مليار متر مكعب من المياه وبالتالي أصبحت نسبة العجز 20 مليار متر مكعب وأكد أيضا أن عملية ملء سد النهضة لن تبدأ هذا العام وبيتم العمل حاليا على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الصالحة لسد العجز ده بالإضافة طبعا لضرورة الالتزام بالمساحات المقررة لزراعة الأرز باعتباره من المحاصيل المستهلكة للمياه